استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية عثمان مجلس في رجمهورية مصر لدى بلادنا أحمد فاروق لمناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية وتبادل الأفكار والمعلومات والدور الذي تقوم به مصر لدعم الشرعية في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام واستعدادها لكافة الاحتمالات سلما أو حربا والذي سيعتمد على سلوك ميليشيات الحوث الإنقلابية وقال حتى الآن تصر ميليشيات الحوثي على رفض الدعوات الدولية والإقليمية لتحقيق السلام وتستمر في عملية التجيش والإمعان في معاناة المواطنين بمناطق سيطرتها من خلال رفضها صرف المرتبات واختلاق أزمات الوقود بين الحين والآخر بهدف تحقيق مكاسب مادية لتمويل مجهودها الحربي ضد اليمنيين أضف الحوثي يرفض أن يكون شريكا في السلام ولطالما دأب على التنصل من كل اتفاقات والتفاهمات والتي كان من ضمنها اتفاق استوكولم والذي نصت إحدى نقاطها على تحصيلها إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وصولا إلى رفضه فتح الطرق بمحافظة تعز كأحد بنود الهدنة وحذر مجلي من مخاطر تدمير التعليم بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من تغييرها للمناهج الدراسية وفرضها لأفكارها الطائفية والتي سيكون لها تابعات على الأمن والسلم الاجتماعي في بلادنا شددا على الدور الإقليمي والدولي للضغط على ميليشيات الحوثي كما تطرق اللقاء إلى التهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر خدمة للأجندة الإيرانية في المياه اليمنية والإقليمية والدولية وعشاد بالدور المصري المساند لشرعية في بلادنا والذي يعد امتدادا لدورها العروبي منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 مؤكدا حرص اليمن على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة وخاصة في مجال الكهرباء والتعليم والصحة معبرا عن تطلع اليمن لدور مصري هام في عملية أعادة البناء والإعمار بدوره أكد السفير المصري موقع بلاده الداعم للشرعية في بلادنا واستعداد بلاده لمساندة اليمن في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمية اشتركوا في القناة